اشتركوا في القناة السؤال بيقول السلف الصالح يقولون أن الله بائن من خلقه وليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته لكن في نفس الوقت يقولون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في التلت الأخير من الليل ومن المعروف أن السماء من خلقه فكيف نجمع بين المقولتين وقد دلت الأدلة على أن الله استوى على العرش لكن كيف نثبت أن الله ما زال إلى الآن مستويا على العرش صاحب السؤال بيسأل إزاي الله بينزل إلى سماء الدنيا في التلت الأخير من الليل وفي نفس الوقت بائن من خلقه مستوي على العرش وخلينا نشوف الإجابة مع بعض الإجابة بتقول فليس معنى نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا إن الله سبحانه يحل فيها تعالى الله عن ذلك علوان كبيرا قال الشيخ الإسلام والرب رب والعبد عبد وليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به وهنا بينفي نزول الله إلى السماء الدنيا إنه بيحل فيها يعني بيتحرك من مكان لمكان ويحل في مكان وبيقول ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحده به ونكمل للإجابة ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا إنما هو نزول حقيقي يلق بجلاله سبحانه ولا يعرف كيفيته إلا هو عز وجل ولا ينافي سواء على العرش يعني إيه يعني نزول الله نزول حقيقي يلق به بس ما حدش يعرف إزاي وفي نفس الوقت هو مستوي على العرش وخلينا نكمل للإجابة يعني بينزلوا مستوي في نفس الوقت قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسهب السلف والآئمة إنه مع نزول إلى السماء الدنيا لا يزال فوق العرش لا يكون تحت المخلوقات ولا تكون المخلوقات محيطة به قط بل هو العلي الأعلى العلي في دونه والقريب فعله ولهذا ذكر غير واحد إجماع السلف على أن الله ليس في جوف السماوات يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه بيقول إن مع نزول إلى السماء الدنيا هو لا يزال برضو فوق العرش طيب هل إحنا كده نفهم من كده إن كده الله بينزل بالعرش مش عارفة ما هو بينزل وفي نفس الوقت على العرش يعني كده بينزل بالعرش أنا فهمتك كده ولا فهمه غلط نشوف نكمل بقي الإجابة لكن طائفة من الناس قد يقولون إنه ينزل ويكون العرش فوقه يعني فيه ناس قالت لا ده العرش فوقه ويقولون إنه في جوف السماء وإنه قد تحيد به المخلوقات وتكون أكبر منه هؤلاء دلال جهال مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول كما أن النفاء الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارجه جهال دلال مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول فالحلولية والمعطلة متقابلان فيه طائفة بتقول إن الله بينزل ويسيب عرشه فبالتالي العرش بيكون فوقيه وفادي وبيقولوا إنه في جوف السماء والمخلوقات بتحود به دول طائفة جهلة وفي ضلالة وبعدين قال إنه كمان النفاء اللي هما طبعا بينكو سين الأشعر يعني أصدوا الأشعر والأزهر والناس دي بيقولوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا خارج العالم دول برضو في جهلة وفي ضلال كمان فالحلولية والمعطلة متقابلان يعني اللي يقول إنه الله يحل في مكان والمعطلة اللي بيعطله صفات الله اللي اتنين دول زي بعض في الجهل وفي الضلال وخلينا نكمل الإجابة وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة السعودية لا تعارض بين نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا في التلت الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار وبين استوئيه عز وجل على العرش لأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء نزولان يليك بجلاله في التلت الليل الأخير وبالنسبة إلى كل قطر قطر يعني كل البلاد ولا ينافي ذلك لوه واستوائه على العرش لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء بل ذلك مختص به سبحانه بخلاف المخلوق فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلوم إلا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير ولا يقص ولا يمثل به لقوله عز وجل لا تضرب لله الأمثال وقوله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير يبقى اللجنة الدائمة في المملكة السعودية انتبهت أن الليل في أكتر الأرض ساعات مختلفة يعني الليل في مصر ورستراليا ورأمريكا مثلا فإزاي ربنا بينزل في التلت الأخير في كل البلاد دي معنى كده أنه أنا مش بيطلع تاني فقالت لأ ما فيش تعارض بين النزول وإلى السماء الدنيا في التلت الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار وبين استواء في نفس الوقت عز وجل على العرش ولا ينافي ذلك قلوه واستواءه على العرش لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء وأنا هنا عندي سؤال لما أنتوا ما تعرفوش كيفية النزول ولا كيفية الاستواء بتج miedo على السؤال ليه يعني مفيش إجابة يعني هل الإجابة أن إحنا ما نعرفش هي دي الإجابة يعني واحد بيسأل الله لا يزال مستوياً على العرش فيطالب به من ينفي انقطاع هذه الصفة عن الله فنحن لم نتجاوز الكرآن والحديث في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات فلما أخبر الله أنه استوى على العرش ووصفنا بها قال الشيخ صالح قال الشيخ الاستوى على العرش صفة فعلى من جهة أن الله جل وعلا لم يكن مستوى على العرش ثم استوى عليه وهي صفة لازمة وعلى حد التعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل في الصفة الذاتية بأن الله استوى على العرش ولا يزال مستوى عليه يعني بيقولك لو حد طالب بالدليل أن الله لا يزال مستوى على العرش لما بينزل يعني فاللجنة بتقوله هادي انت الدليل أنه مش مستوى على العرش شوف إزاي ها ده الإجابة لأن استوى على العرش صفة صفة فعلى من جهة أن الله عز وجل لم يكن مستوى على العرش ثم استوى عليه ودي صفة لازمة وفي آخر الحلقة أنا متأكدة أن صاحب السؤال إيه ما خدش إجابة إزاي الله مستوى على العرش وبينزل كل الليلة السماء الدنيا وكمان أنا عندي سؤال على سؤال السائل ليه بينزل هو الله مش بيقدر يسمع الناس من فوق فبالتالي بيتطر أنه ينزل عشان يقول من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأحفر له وتابعوني في الحلقة الجاية مع سين وجيم سين وجيم وألتقي بكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة